نيابة عن صاحب السموة الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله افتتح مع علي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الشركة ممتلكات البحرين القابضة أعمال مؤتمر الاتحاد العالمي للمجوهرات سيبجو الذي يقام بتنظيم وإشراف معهد البحرين لللؤلؤ والأحجار الكريمة دانات بحضور مع علي السيد جواد بن سالم لعريض نائب رئيس مجلس الوزراء ونخبة من الخبراء والمختصين العالميين في مجال صناعة المجوهرات وقد عرب مع علي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السموة الملكية رئيس الوزراء الموقر على تفضل سموه برعاية أعمال هذا المؤتمر الأمر الذي يعكس ما يليه سموه من عناية بصناعة المجوهرات واللؤلؤ في مملكة البحرين التي ارتبط اسمها منذ القدم بهذه الصناعة حتى أصبحت إرثا تتناقله جيلا بعد جيل وتسعى إلى مواكبة طوراته عالميا وقال مع عليه يكتسب هذا المؤتمر أهميته من الرعاية الكريمة التي يحظى بها من لدن سمو رئيس الوزراء الموقر باعتباره ملتقا رسميا معتمدا لوفود ومندوب أعضاء الاتحاد العالمي للمجوهرات ولجانه الفرعية لمناقشة المسجدات التي تواجهها صناعة المجوهرات إضافة إلى المصادقة على تحديث المراجعة العالمية المعتمدة لتصنيف الألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والمعادن الثمينة والمرجان وأيضا مراجع مختبرات الأحجار الكريمة ومعايير التعدين طبقا للمواصفات الدولية وأشار مع عليه إلى أن نعقاد المؤتمر يهدف إلى تنمية صناعة اللؤلؤ والأحجار الكريمة اعتمادا على ما تزخر به المملكة من تاريخ عريق وسمعة مميزة في هذا المجال ولما تمتلكه من تقنيات متقدمة ورؤية طموحة للمستقبل بالتزامن مع انطلاق معرض الجواهر العربية 2019 برعاية كريمة من سمو رئيس الوزراء ما يؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها المملكة في هذه الصناعة المعززة للاقتصاد الوطني ويدعم الثقة والسمعة التي اكتسبتها في هذا المجال وتابع معاليه أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وبمساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد استثمرت في السمعة التي تتمتع بها البحرين بصفتها مركزا رائدا في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة فعززت تلك السمعة بخطة وطنية لإحياء صناعة اللؤلؤ التي كان من بين محاورها تأسيس معهد دانات الذي أصبح أحد أفضل المعاهد في العالم التي تقدم خدمات فحص اللؤلؤ والتأكد من طبيعة تكوينه وذلك بأن تم رفض هذا المعهد بمختبر بمواصفات عالية يحتوي أحدث الأجهزة المتطورة في مجال الفحص وخبرات عالمية ومحلية عملت في أفضل المعاهد وكبرى المختبرات وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح أعرب سعادة السيد خالد عمر الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواقر على تفضل سموه برعاية أعمال مؤتمر الاتحاد العالمي للمجوهرات مؤكدا أن تأسيس معهد دانات يأتي من كون صناعة اللؤلؤ في البحرين جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا المحلية ترجمة نانسي قنقر